اشتركوا في القناة ورئيسي في مؤتمر المرأة البحرينية والهندسة وذلك بحضور المتحدثين والمشاركين من الخارج في المؤتمر ورئيسي وعضوات مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية ورحبت سموها بجميع المشاركين في أعمال المؤتمر معربة عن خالص الشكر والتقدير لمعالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح المؤتمر ورئيسة اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2017 وما اعتمدته اللجنة من برامج متكاملة لتنشيط هذه المناسبة التي جرى تخصيصها للاحتفاء بالمرأة في مجال الهندسة موضحة سموها أن مناسبة يوم المرأة البحرينية التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في العام 2008 باتت من المناسبات الوطنية الهمة التي نتطلع إليها سنويا لرصد وتوثيق مسيرة عمل المرأة وإبراز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة البحرينية وأشرت سموها إلى أن التعليم النظامي للمرأة في البحرين بدأ منذ العام 1928 وهو أما مهد الطريقة أمام المرأة لبدء مسيرة عطائها المهني في مجالات مختلفة وأتبات حضورها في تلك المجالات ولفتت إلى أن المرأة البحرينية واصلت إكمال تعليمه العالي بالخارج في وقت مبكر من أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وكما كان لها بصمات واضحة في مجال المشاركة المجتمعية ونوهت سموها خلال اللقاء بالإنجازات المتسارعة التي تحققها المرأة السعودية والخليجية بشكل عام وأكدت سموها أن المرأة البحرينية تعتبر أي نجاح للمرأة العربية هو نجاح لها ومصدر فخر واعتزاز مشيرة في هذا الصدد إلى الحاجة إلى استمرار أوجه التواصل وتبادل الخبرات والتجارب حيث أعربت سموها عن استعداد المجلس الأعلى للمرأة الدائم لتبادل التجارب مع الأشقاء في الوطن العربي خاصة وأن المجلس يسعى من خلال عمله النوعي لأن تكون البحرين بيت خبرة في مجال تمكين المرأة ومرجع دولي في مجال التخطيط الاستراتيجي لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من جانبها نوهت صاحبة السمو الملكي الأمير السلطانة بنت بدر بن سعودة للسعود والحضور من المشاركين في عمال المؤتمر بما لدى البحرين من خبرات متراكمة في مجال دعم المرأة وفقا لآليات عمل مؤسسي تضمن حضورا مستداما للمرأة في مسيرة تنميتها والزهر وطنية وذلك من خلال امتلاك المجلس الأعلى للمرأة لخطة وطنية واضحة يعمل الجميع في إطارها وخصت بالذكر مبادرة المجلس الأعلى للمرأة إلى تخصيص يوم وطني للمرأة البحرينية مؤكدة في هذا الإطار أن الاحتفاء العام الجاري بالمرأة المهندسة يبرز مساهمة المرأة البحرينية في وضع أسس التنمية الحضرية والعمرانية لوطنها ويؤكد على همية استدامة النجاحات التي تحققها في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر